أبدال الشام والعارفون بالله كانت هذه البروازة مع اللقافية هو الوالد كان يحبها وايدة ويعقوبه رفاع السيد والساجة والسيد عحمد رفاعي وزيناب وشيخ الطريق رفاعي السبيل دولة الكويت رحمهم الله جميعا وحاط هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وصحبه سلم البدلاء بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدلا هو الله رجلا مكان يستسقى بهم والغيث وانتصروا بهم على الأعداء ويصرفوا عن أهل الشام العذاب رواه وأحمد ورجاله رجال الصحيح وهم دمشق سهلة الله بين العقد الثالث والتاسع من قرن الرابع عشر هجري العقد الأول السابع من قرن العشرين ميلادي أصحاب السماحة والفضيلة السادة العارف العارفون باللاسهلين المهم منتوا عشان الوقت شوفوهم الله قدس الله سرهم الوالد كان يقول اللهم أدم ديما الرضمان عليهم ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه معنا عشان الوقت بس الحين والساب صار ديكتين وخمسين ثانية أحاول أجيبهم سبحان الله ودس الله الفاتح مرحبين إلا أنتوا اكزوا على أسماء بعد وصورهم نورة طبعا وأساميهم اللي تحت ما نبخصهم واجعلهم مرة ثانية على رأسنا من فوق وعوايلهم دققوا فيها ناس شرفوا أهلهم وفيه مثلهم نساء بعد بس المخفيين منهم الآنسة أميرة جبريل وغيرهم وقبسيات وعيد بس يكتمون سرهم المهم من أنتم حاولوا تصلون إلى ما وصلوا إليه وإن شاء الله يعني هم مثل ما يقولون يعني أحياء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسون يقول من عاد لي وليم فقد آذنته بالحرب ومراتب يعني هو الوالد السيد هو السيد هاشم السيد أحمد رفاعي أنا عندي وصل القطبية والغوثية والله أعلم بس أهمة سورية هذولة يعني فيه بالعراق ومصور والمغرب واليمن وكل دول العالم إيران كل دول العالم مشرق والمغرب ورب وأمريكا فيها مثل هم الله أعلم ودولة الكويت إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر